السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وشلون كونش اخباركم? ان شاء الله تكونوا بالفخير. واليوم جات لكم بفيديو جديد مختلف عن الفيديوهات القديمة. رح نغير شوي عن الاخبار. الفيديو اليوم رح يكون فيديو مفيد لجميع الناس اللي ساكنين جواد تركيا فقط. اللي ساكن خارج تركيا طلع من الفيديو مالك اي شغل فيه او ازا كنت فضولي كتير فتابع معي لحتى تشوفه. في ناس بيعرفوا الشي اللي رح اشرحه اليوم وفيه كتير ناس من السوريين او العرب الموجودين بتركيا ما رح يعرفوا عن الشي اللي رح اشرحه اليوم. فلاح يتحبيت اشرح وفيد الناس. رح نحكي بفيديو اليوم عن تطبيق كتير او المتجر الالكتروني التركي اللي اسمه كتير. متجر رائع بكل معنى الكلمة. تقريبا فيكون تقولوا عنه خالي من العيوب. لا يخلى من العيوب طبعا. ولكن فيكون تقولوا هيك. رح احكي وش راح لكم عنه بكل نقطة وبكل تفصيل. وبشكل مختصر كمان. بداية تنزلوا التطبيق من جوجل بلاي رح حط لكم رابط تطبيق بالوصف لحتى تنزلوه. وطبعا اصحاب اجهزة الايفون فيهم يحملوه من المتجر. اول ما بتفتحوا التطبيق طبعا رح يطلب منكم رقمكم واسمكم الكامل. رح التاني بيطلب منك كلمة سر. كلمة سر لازم يكون فيها رقم وحرف حصرا. لازم تحتوي كلمة سر على ارقام وحروف حصرا. حرف واحد على الاقل او رقم واحد على الاقل. المهم لازم تتكون اكتر من سبع حروف ولازم يكون في حرف ورقم بنفس كلمة السر. تالت سطر بيطلب منك اسمك بالكامل. رابع سطر بيطلب منك ايميل بتستخدمه انت. بعد ما تعبي هالم معلومات كلها فيك تحط على صدير دخول. وهيك بيكون حسابك اكتمل. طبعا بعد ما يبعتولك رمز على رقمك وتحطها الرمز بالفراغ اللي رح يطلع لك وهيك بتكون اكمل تسجيل الدخول ولو ازا بدك تختصر كلها الشغلات تتسجل دخول عن طريق الفيسبوك ورح يقبل وتدخل فورا على البرنامج فكرة البرنامج هي فكرة متجر الكتروني فيه تقريبا اي شغلة ممكن يحتاجها الانسان من طعام للبس لأدوات منزلية لأدوات تليفونات لحتى معجون اسنان او مغمضة للأسنان او حتى ادوات لأطفال حفوظات ولبس وإلى آخره ادوات مطبخ اكل يعني ازا تميت عبعد لكم ممكن ما اخلص بالفيديو المهم ادخلوا وشوفوا بنفسكم فيه كتير شغلات اسعاره يا جماعة الخير بتختلف عن اسعار المتاجر العادية بليرة او ليرتين تركي فقط الشي اللي خلاني اشرح لكم عن هالبرنامج اليوم انه هالبرنامج فيه عروضة خرافية مثلا فيه شغلات مثلا مثل معجون سنيك كلنا بنعرفه مشهور حقه خمسة واربعين ليرا او تلاتة واربعين ليرا تركي بالبيم او بالمية وواحد بتركية ولكن هالبرنامج اليوم عامل عليه عرض بتسعة وعشرين ليرا تركي فقط وبيجيب لك يا لقدام باب البيت والاحلا من هيك انه بعد ما تحط عنوانك وتطلب الطلبية اللي بداك ياها بيطلع لك عالموقع الجير او الصانع اللي بيوصل لك ياه هو عالميتور بيطلع لك بالموقع وين وصل وين صار بالضبط وبنفس الوقت حتى بس وصل لقدام باب بنايتك بيكتبلك انه وصل لقدام باب بنايتك وعم يطالع لغراض من الميتور ورح يطلع لعندك على البناي والاحلا من هيك كمان انه فيك تختار يدق عليك الجرس او يدق عليك الباب لحتى ما يزعجك هذا الخيار محطوط بين الخيارات وانت عم بتعبي خيارات الشراء التطبيق متوفر باللغة الاجنبية واللغة التركية فقط هذا عيب من عيوب البرنامج والتوصيل فيه سريع ورائع جدا نقطة حيبة بوضحي لكو نياها العروضة فيه بتختلف من جهاز للتاني مثلا هلا انا بحسابي فيه عرض على معجون سنيك كولجيت ببقى الحسابات بتلاقي عروض على شغلات تانية طبعا خانة العروض موجودة ومبينة واسمها اندريم لاري او بالانجليزي اسمها سبيشال اوفرز فيك هتدخلوا عليها وتشوفوا كل التنزيلات المعمولة بشكل خاص لالك يعني مثال انا مبارحة صاري حاب يوصي غراض من البرنامج الغراض كانوا بقيمة 30 ليرة تركي فوص عليهم ووصلوا على العروض والتنزيلات في 9 ليرات تركي فقط ما في دعية انزل من بيتك ما في دعية رؤية السمال للماركت للمطعم اي شي بديك يصل لقدام بيتك باسعار حلوة ونظيفة ومرتبة طبعا اي مشكلة بتواجهك مشان التوصيل او مشان النظافة او مشان عزر بالشي اللي اخدته من هالبرنامج فيك تتواصل معانو رح يعوضوك وكون متأكد ان هالشي مية بالمية لانو اذا مو برنامج مبلش جديد هاي الشركة قديمة جدا في تركيا ومشهورة جدا جدا ولكن العرب ما بيعرفوها فحبيت اشرح ان لحتى العرب يستفادوا منها لانو في ايفادة كبيرة كتير فهذا كل شي كان عندي بفيديو اليوم اي استفسار او اي شغل بتصعب عليكم كتبولي اياها بالتعليقات او توصلوا معي على حسابي بالانستجرام رح تلاقوا رابط حسابي كمان بالوصف فاذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسونا من اللايك وشير وسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته